موسيقى 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 ضيفنا في هذه الفقرة الحية بيقدم لنا أداء متمايز جدا فيما يتعلق بيعرفنا باللعيبة المحترفين الصغيرين اللي عندنا الشباب الصغير اللي بيلعب فيه أندية أوروبا وأندية العالم وله رؤية خاصة طبعا بالمحترفين المصريين أيضا النقد رياضي الأستاذ واسيم أحمد مساء الأنوار مساء الأنوار عليك كابتن متحط وعلى كل مشاهديك في كل مكان يا مرحبا ناخد الأول طالة من جانبك فيما يتعلق بالمحترفين المصرية أكيد يعني طبعا مع نهاية الموسم دايما بيبقى فيه حصاد الموسم فهمنا نشوف المحترفين بتوعنا عملوا إيه السنة دي فنتعمق كده في الأرقام شوية نبدأ طبعا بمحمد صلاحة كابتن متحط السنة دي أو الموسم ده واحد من أفضل مواسم في تاريخ محمد صلاح مع ليفر بول لما نشوف إجمالي مشاركات محمد صلاح السنة دي في كل المسابقات أو كل البطولات حنلاقي أن نشارك في 58 مباراة بإجمالي 4,647 ديئة سجل 33 هدف وصنع 16 وده كمان لما منحسب طبعا كاس أمم الأفريقية لسجل فيها هدفين لما نخش على الدورة الإنجليزية ونشوف أرقامه في الدورة الإنجليزية السنة دي حنلاقي أن نشارك في 35 مباراة سجل 33 هدف وصنع 13 هدف لو نشوف السرعة اللي بعدها سجل 33 وصنع 13 هدف كمان الأرقام بتوضح كابتن أن صلاح ساهم في الدورة الإنجليزية بهدف كل 77 ديئة سواء بالصناعة أو التسجيل يعني كل 77 بيساهم بهدف سواء صناعة هدف أو تسجيل على مستوى التسجيل فقط فهو بيساهم بتسجيل هدف كل 120 ديئة سدد 139 تسديدة منها 60 تسديدة بين الثلاث خشبات يعني تقريبا نص العدد بين الثلاث خشبات صنع 63 فرصة لزميله نسبة نجاح تمريراته وصلت لحوالي 80% ودي طبعا يا كابتن نسبة كويسة جدا للعب اللي بيلعب في خط الهجوم بيكون دايما تحت ضغط المدفعين فنسبة كويسة جدا لمحمد صلاح لما نشوف كمان السؤال اللي بعدها بتبين عرض نسبة مساهمة صلاح بالنسبة لفق ليفربول في الدورة حيث لاني 28% من أهداف ليفربول بالكامل بيسجيلها صلاح 13% من الفرص اللي صناحها ليفربول بالكامل في الدورة عن طريق صلاح 26% من التصويب على المرمة من خلال محمد صلاح لو بصينا بعد كده يا كابتن ونشوف ده ترتيب محمد صلاح بالنسبة لأكتر على مساهمة دورة انجليزة كله من أكتر العيبة سددت أو عملت تصويبات في الدورة السنة دي محمد صلاح في المقدمة 139 بياليه هاريكين 133 لو شفنا بعد كده الصورة اللي بعدها هنلاقي وفقا للتصويب على المرمة في 90 ديئة 4 هو رفت صدرة برضو محمد صلاح 4 تزديدات في المباراة الوحدة بياليه كريسيا ورونالدو ب3.7 تزديدة في المباراة الوحدة كمان الصورة بعدها بتبين انه أكتر لعب حصل على ما نفزمتش يا كابتن في الدورة ده السنة دي محمد صلاح كان مناصفة مع هاريكين وميسون مونت لعبة شيلسي بسبعة مرات لكل لعب طبعا ده يا كابتن بقى نهيك عن الألقاب أو الجواز الفردية لمحمد صلاح محمد صلاح السنة دي هو هداف الدورة طبعا الصورة دي حاجة مفرحة جدا وصول صلاح على الأوتوبيس في الاحتفالات النادي هداف الدوري السنة دي محمد صلاح أفضل صانع أهداف في الدوري أجمل هدف الموسم هو هدف لمحمد صلاح في منشستر سيتي خد النهاردة يمكن أعلى النهاردة ليفر بول صلاح هو لعب الموسم في ليفر بول كمان خد ده جايزة فوتبولر في دايير من قبل ربطة النقاط هي اللي احنا شايفينها على الشاشة دي خد كمان الجولدن فوت من إمارة موناكو ويمكن كان معاه زوجته واستلمت الجايزة كمان الموسم الحالي صلاح يمكن هو أسرع عليها في تاريخ ليفر بول يصل لمية هدف في الدوري وده بعد 151 مباراة فقط وبالتالي من قيم السنة دي الموسم بنسبة محمد صلاح طبعا ما فيه شكة واحد يعني من أفضل اللعيبة دي وقت في العالم بأداءه هذا الموسم يمكن ده الجولدن فوت وزوجته كان بتستلم معاه الجايزة لو نروح لمصنف محمد سريعا طبعا عشان وقتنا مع جالة سريع التركي يمكن مصطفى محمد لما نشوف أرقامه في كل البطلات هنلاقي أنه هو لعب 40 مباراة ما بين دوري ودوري أبطال في مراحلة التمهدية ودوري أوروبي شارك كمان قدام برشيونا سجل ثمان أهداف صنع خمسة وصنع خمس أهداف و لكن زي ما بقول الأرقام دي يا كابتن متحب بإزبال مصطفى محمد هي أقل من المتوقع هندخل في التفاصيل ونشوف أرقامه في الدوري التركي هنلاقي أنه هو شارك فيه 27 مباراة بإجمالي 1100 دقيقة سجل سبع أهداف وصنع ثلاث أهداف والأرقام بتوضح أنه بيساهم بهدف كل 157 دقيقة 14% من أهداف جاتس راي بالكامل كان من توقيع مصطفى محمد نسبة نجاحه في الفوز بكرة الهوائية الثنائية بلغت 56% و دي طبعا نسبة كويسة و احنا عارفين أنه مصطفى مميز فيه ضربات الرأس لما نشوف بعد كده هنلاقي أنه مصطفى بيجي رقم 2 في ترتيب الدوري من حيث التزديد بعد بلوتيني بـ 4.7 من 10 تزديدة في المباراة الوحدة هنلاقي كمان بعد كده هو رقم 4 لما نخش على التزديد ما بين 3 خشبات بيجي ترتيبه في مركز الرابع و بيجي بعد كده ترتيبه في مركز 11 من حيث مستوى التسجيل في الدوري بيسجل بمعدل نص هدف تقيبا في المباراة الوحدة فيه صورة دي مهمة يا كابتن عايزة أوضحها لأنه الأرقام دي بتوضح أنه مصطفى محمد عنده سعادة مشكلة ذهنية لما تشوف يا كابتن دي مقارنة بين السنة اللي فاتت مع أجراءة الصراوي والسنة دي هتلاقي أنه المعدل التهديف بتاعه السنة اللي هي العالمين 0.57L نزلت لكن من السنة اللي فاتت كان 0.79 أو 0.79 بس ليه يا كابتن؟ لما تيجي بص على التصويبات هتلاقي أنه السنة دي التصويبات زادت كانت السنة اللي فاتت 3.6 السنة دي بقت 4.7 لما تشوف ما بين الـ 3 خشبات هتلاقي كمان أنها زادت من 1.4 لـ 1.8 طب إيه المشكلة؟ المشكلة أنه نسبة النجاح في تحويل التصويبات لأهداف هنلاقي أن هي قلة السنة دي وده بيأكد يا كابتن أنه مصطفى السنة دي بيعمل مجهود كبير جدا ولكن دماغه يا كابتن يعني مش مركز زي السنة اللي فاتت في حاجة بتشغل دماغ مصطفى يمكن عايز يمسي حاجات هو مصطفى نفسه هو أكثر واحد يقدر يجيب على التساؤل ده نروح بعد كده ليه محمد النيني ومحمد النيني الحقيقة يمكن كان الموسم السنة دي أقل من المتوقع وده طبعا مش بزنبه خالص لأنه هو معظم الموسم كان أرتيتها حطه على الدكة ولكن يعني النيني شارك في 14 مبارا فقط في الدوري مجموعة 800 دقيقة طبعا قليل جدا يمكن كان خلاص هو هيرحل من النادي ولكن لحصن حظ النيني أنه في آخر الموسم أخر حوالي 8-9 مباراة أصيب توماس بارتي خد مكانه أثبت وجوده مرة تانية وجدد عقده مع النادي أنه ليه 8 تصويبات منهم 2 بس على المرمى لو شفنا تريزيجية كابتن واحد برضو من اللعيبة اللي عملت نوسم كويس جدا حاليا أنه هو شارك في 21 مباراة سجل 7 أهداف وصنع 3 منهم طبعا هدف في كاس أفريقيا لما نشوف جوه الدولة تركيا حاليا أنه شارك في 13 مباراة بمجموعة 1043 دقيقة سجل 6 وصنع 3 بيساهم بهدف سواء بالتسجيل أو صنعها كل 116 دقيقة نسبة نجاحه في تحويل تسجيلاته لأهداف بلغة 15 و 18% ودي نسبة كويسة جدا إجمالي مراوغاته بالدورة كانت 44 مراوغة نجح في 43% منها حصل على لقب لعب الشهر مرة واحدة والحيانة بشوف أنه أو نقدر نقول نص موسم لأن تريزيجية عدم الإصابة في نص الموسم كان نص الموسم نجح جدا لتريزيجية نروح لعمر مرموش هلا أنه هو شارك في 21 مباراة بإجمالي 1583 دقيقة سجل 3 أهداف وصنع 5 أهداف يمكن مرموش بيساهم بالصناعة أو تسجيل كل 198 دقيقة وبيساهم بهدف كل 528 دقيقة يمكن أرقام مرموش تهدفها للموسم ده ضعيفة جدا 3 أهداف من لعب دولة مرموش لكن في الآخر عايز أقول لها هداك نقطة مهمة جدا ما نغفلش عنها يعني وده يمكن سبب مهم جدا إن فريقة شتوت جارت الحياة السنادي كانت ضعيفة جدا يمكن إجمالي كل الأهداف اللي سجلها الفريق كانت قليلا جدا في السنادي فمرموش برضو مظلوم مع النادي النادي كان خلاص على وشك الهبوط للدرجة التانية لولة في آخر أسابيع يعني فلت من الهبوط لما نشوف ده ترتيبه بالنسبة للفرص المصنوعة بيجي في المركز أربعة أربعين بتلاتة وتلاتين فرصة صنحها في الدوري مهم جدا نقول المرموش السنادي خد جايزة أفضل لعب شاب في الدوري الألماني مرتين في شهر سبتمبر ومارس يعني أنا أحاول أجري بقى طبعا يعني إيه ممكن نتخطى كوكا لأنه ما فيش وقت عايز برضو أركز على المجموعة الشباب الصغير اللي احنا اللهم المحترفين الصغار برضو أه مهمة كابتن احنا سعرضنا قبل كده مع حداك بعض الإسماء نشوف النهاردة برضو في خلال موسم عمله إيه ده مهم جدا أبدأ بصلاح باشا في الأودونيزي الإيطالي ويمكن صلاح أرقامه برضو كايتموائزة جدا السنة دي مع أودونيزي قادر الفريق للمركز عنده كم سنة هو عنده 19 سنة بلعب في الدوري الشباب في إيطاليا يمكن صلاح لعب السنة دي عشرين مباراة سجل 14 هدف وصنع 5 أهداف زي ما احنا شايفين على الشاشة بمعدل يعني 0.7 هدف في كل مباراة أو في المباراة الواحد طبعا معدل مميز جدا وهو بيصدر هدافي فريقه السنة دي هنشوف كابتن بعض من أهدافه ويمكن كمان دخل هنا في فريق الأسبوع أكتر من مرة لدور الشباب في إيطاليا نشوف كابتن بعض الأهداف ليه خاصة أنه كمان التحق بمنتخب مصر وهنشوفه مع المنتخب مصر عمي بص يا كابتن إزاي سرق المدافع بص التحرك يا كابتن هو مهاجم نوعاتك كابتن حسام حسن بص دخل خطف المدافع حط الكرة في الجول دي بعض أهدافه السنة دي دابل كيك جميل واللي أسعدني جدا يا كابتن انضمامه لمنتخب مصر انت اللي وديته أنا كنتم متكلم مع كابتن طبعا محمود جابر عليه وعلى غيره ومن ديوان لكابتن محمود يعني مسك المنتخب وديته الكونتك تبتاعه وفعلا تواصل معه جي خلينا نشوف بقى مع منتخب مصر سجل هدف في مرمى سلوفاكيا هو الهدف اللي احنا شايفينه ده وهدف جميل جدا برضو سرق المدافع وحط الكرة على الطير فدي حاجة الحقيقة اللي بتساعدنا جدا يا كابتن هو ده الهدف ان احنا نقدم العيبة دي ان احنا نشوف في الاخر حاجة تفيد منتخب مصر هو صلاح رقم تسعة اللي سجل هدف مع المنتخب بص يا كابتن بص ازاي خطف المدافع هيسرق المدافع في جوء يعني حطها على الطير في الجل يعني هدف جميل حياة خامة مباشرة جدا اتمنى ان شاء الله هو وغيره كمان ياخده فرصة اكتر الفترة اللي جاية وفي لعبة شغالين عليها في منتخب المانيا كابتن ان شاء الله ده هيسم حسن هيسم حسن ده الحقيقة واحد من اللعبة المميزة جدا السناني ده لقى 38 مباراة سجل 3 وصنع 6 اهداف لما نشوف في الدوري الاسباني في الدرجة التانية يا كابتن ميرانديز الاسباني هنلاقي ان هو شارك في 35 مباراة باجماله 1437 ديئة سجل 3 وصنع 5 نقدر ان نقول ان هو بيساهم بتسجيل هدف كل 479 ديئة ده معدل محتاج هيسم ان هو يشتغل عليه بصورة اكبر لكن اهم ميزة عنده زي ما بيبين يا كابتن الارقام انه مراوغ على اعلى مستوى يعني عمل 128 مراوغة بنسبة نجاح حوالي 62% وحقيقة ان هو الدوري في المركز ال14 وهو حاليا هيرجع نادي فياريال لانه معاري كابتن من نادي فياريال الاسباني دي كابتن زي ما بيقول حقيقة مراوغاته لما نشوفه على مستوى الدوري الاسباني في الدرجة التانية رقم واحد في الترتيب بالنسبة لل successful dribbles في التسعين ديئة او المراوغات النجحة في التسعين ديئة بمعدل 4.9 مراوغة نجحة في المباراة الواحدة معدل مميز جدا وهو رقم واحد في الدوري الاسباني الدرجة التانية نشوف يا كابتن بعد كده كمان بلال مظهر لو تفتكر حضرك مظهر عبد الرحمن النجم منتخب مصر السابق ده ابنه بيلعب في باناثونايكوس الوناني لعب 21 مباراة سجل 21 هدف وصنع 3 يعني بمعدل هدف كل مباراة لحقيقة انه هو قد فريقه يا كابتن السنة دي باناثونايكوس تحت 19 سنة للتتويج بالدوري لأول مرة من 13 سنة عنده 19 سنة اه مصبوط يمكن هو اللي بيسجل موافقة سموح اكيد اكيد موافقة سموح موافقة سموح ممتاز يعني انت كالعادة بتقدم لنا وجبة جميلة وان شاء الله نتابع معاك بقى اللعيب المصريين زي ما انت معودنا الصغار السن اللي بيعابه في الاندين المختلفة ونقدمهم زي ما انت بتعمل للمنتخبات ان شاء الله ان شاء الله استاذ وسيم احمد بشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا كابتن لقاء الخميس عندنا ظواهر الدور العام بشكل عام سنتحدث مؤكد عن مباراة منتخب مصر ربنا وفاهم ان شاء الله باذن الله امام المنتخب الاتيوبي وبنختم كالعادة باقى المسابقة الثقافية الثيحية الفنية شكرا جزيلا كابتن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى